من بعد هالتقرير يلي شفناه يلي طبعا المراكز السياحية ما عاديت عم تستقطب السياح صارت عم تستقطب طالبي لقاح كورونا رحنا ننتقل لدكتور ويليام معوض مساء الخير دكتور مصار مساء الخير لأليك كل المشاهدين الكرام شكرا الدكتور ويليام في موضوع يمكن كورونا والنساء بشكل عام وكورونا والسيدات الحوامل يلي انحكى عنه كتير وانعمل كتير دراسات وكل فترة وفترة ينحكى دراسات جديدة بتنقض الدراسات اللي قبلها اذا بدي بلش بداية بالنساء وكورونا هل الاضطرابات يلي عم يعيشوها الناس النساء تحديدا من الخوف الى الهلع الى كل هيدا التفاصيل عم بتأثر على الحياة عندهم عم بتزيد اضطرابات الارمونات عم بتزيد الاكياس على المبيض شو الاضطرابات يلي عم بتعاني منها النساء قبل ما فوت عشق النساء الحوامل لكن بدنا نفهم شغلة مدى حساسية كل موضوع خيرجي عند النساء الصحة الجنسية والصحة النسائية يعني السايكل كله سوا عند النساء برقل جوه هرمونات هالهرمونات كتير حساسين لكل العوامل الخيرجية يلي بتخيط بحياة المرأة من نسخوني كورونا او غير كورونا من نسخوني لانتيبيوتيك لتعب لسفر لبيع تقس كل هالأساس ولا استرس اكيد استرس هو عامل كتير قوي بأسره على تنظيم الدورة الشهرية النسائية وأكيد أكيد كورونا حالياً اللي عم نعيشه عم بيكون هو عامل كتير قوي وكتير جدد بهالتأثيرات كله وهالتداعية أول شيء كمرض اللي عم بيلقبه الكورونا وتاني شيء مثل ما لتلكل عوامل الضغط اللي عم بالتحيط بالخوف الموجود عند النساء بالحجر المنزلة بازدياد عمليات التعنيف والمشاكل المسارية في كتير قصص عم بيكون هالتأثير صح إذا بدأت أحكي أيضاً عن عدم انتظام الدورة الشهرية وكل هيدا يعني لما بتجي السيدة اللي عندكم عم تعانى من كل هيدا الاضطرابات وهي ما عندها بعد كورونا فإذا في حال أصيبت بكورونا قداش عم بيكون التأثير أكبر بهيدا الموضوع وشو بيأثر الكورونا على الصحة الجنسية عند السيدة وعلى صحتها بشكل عام يعني بكل النواحي إذا بدنا نقولك لك 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 نبدأ بكورونا بحد ذات كمرض لا يوجد دراسات أكيدينية بالمئنية لكن بحسب الأرقام المتداولة عالمياً معدل الوفيات عند النساء هو أقل من عند الرجال هذا الشيء له كتير أسلاب وكتير عوامياً منها طبيعة الحياة منها طبيعة الحياة عند النساء وتعرض الرجال أكثر للخطر والإكسفوجر للفيروس ومنها بعض الأنزمات الموجودة عندي الموجودة واللي نعرف أنه بتسبب العوارض العوارض الرئوية طبعاً كورونا هي موجودة عند الرجال أكثر من عند النساء لهاكي نشوف أنه عند الرجال فيه ضرر أكبر عم بيصير ونسبة الوفيات أعلى ولو شي بيصير دكتور كمان استقراضاً هل فعلاً طلعاً كتير إشعاعات ما يطال أنه الكورونا للتنصب فيه هل فعلاً دخول العناية الفائقة كمان عم بيكون عند الرجال أكبر بكتير من عند السيدات يعني حتى لما يصابوا الرجال عم يحتاجوا إلى مستشفيات وعناية أكتر من السيدات أو ما فيش علمي مثبت ما في دراسة علمية مثبتة هلأ بالتجربة بالتجربة هالشي صحيح ولو مش بعدد كتير كتير بس هالشي صحيح يعني عدد الإصابات أصلاً عند الرجال أكبر عدد الوفيات عند الرجال أكبر وعدد دخول مثل أنت عدد دخول العناية عند الرجال أكبر ولو بشكل ما فينا ناخدها قاعدة بس هالشي موجود دكتور ويليام أذا بدأ أحكي هل فعلاً أكترية نسبة الإصابات لدى السيدات عم تكون بسن الأمل أو ما يعرف كان سابقاً بسن اليأس لأنه لما بتتخطى السيدة مرحلة المنوبوز هل فعلاً الإصابات بتكون أكتر بكورونا من قبل ما أنها تكون بعمر مبكير هذا الشي طبعاً عند الكل حسب الدراسات بس هل عند السيدات عم تفرق أكتر العدد الإصابات لأ لأنه أنت بتعرفي أنه الإصابة هي من بعد تخالق مع الفيروس يمكن عدد الحالات يلي عم بتأدي لعم تكون خطيرة هي عم بتكون عند النساء مثل ما ينتهي اللي هن بسن الأمل أو ما بعد هلأ هالشي ممكن يكون بسبب العمر لأنه انت بتعرفي أن الكورونا عند الأفضر عمراً بيكون أن الجسم بحارب أو بيقدر يقاوي من كورونا بشكل أفضل من عند الناس لتخطوص لنا الخمسين يمكن هيدا هو السبب دكتور ويليام هل صحيح أن السيدات اللي بيعانوا من السمنة المفرطة يعني الأوبازيتي أو من أمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكوليسترول هن عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بكورونا أيضا مش بس السيدات من كل الأشخاص اللي كانوا سيدات ولا رجال اللي بيعانوا من هالأمراض اللي هن يعتبروا هاي ريسك مدكي الفندشان هن أكيد أكيد عرضة مش ما قلنا مش للإصابة لأنه يكون المرض سبير يعني جاي بشكل آسع يكون عنده يكون عنده عواري عواري أكثر نعم هلأ دكتور ويليام إذا بدأنا ننتقل للسيدات الحوامل والدراسات اليوم بدأ هيك شير بلفته أنه بنيويورك أخدوا قرار أنه يعطى الفاكسان للسيدات الحوامل دراسات كتير متناقضة حاول ما إذا كانوا يصابوا أكثر من غيرهم حاول ما إذا كانوا بينقلوا للجنين حاول كل هيدا التفاصيل بداية سؤال الأول هل هن فعلا أشد عندهم يعني المناعة أضعف مش ناكب يلقطوا كوفيد 19 أسرع ياما لأ هيدا معلومات مغلوطة لأنه فعلا مثل ما سبق وذكرت كذا دراسة حكوا بالموضوع يعني ولا واحدة كانت بتشبه التانية هلا أنت أشارت أنه في دراسات كتيرة بس يرات في دراسات كتيرة دراسات بعضها جدا محدودة وكل الدراسات اللي نعمله خصوصا على اللقاح ما كانوا بيشملوا جروب من النساء الحوامل هلا البراجنسي بحد ذاته مصنفة كأحدى عوامل الخطر يعني بوحدة من الهيرس بزيده بزيده من مضاعفات أو من خطر فيروس كورونا للأشخاص يعني عندنا البراجنسي محقوطة بزاد بزاد الجروب مع مرضى الكنسر مع اللي عندهم مشاكل مشاكل مزمنة بالكلاوة مع اللي عندهم مشاكل لانسبات الرقوي المزمن وهلومجلة لأنه النساء الحوامل عادة ما مناع جسمهم بتكون قطع بشوية عادة نحن نعرف أنه المناعة هي بغياب علاج للكورونا المناعة هي الوحيدة اللي عم بتحمل جسم من كورونا وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ من الجام Där لسبب من بعد من بعد من بعد بخلونا آآآآآآآآ ننتبه أكثر ونعتبر انه الحمل بحد ذاته هو هيدي كبداية الدراسات أول ما بلشت بالدراسات أول طلعوا أنه الحوامل والنساء التي ترضى لحد الست شهور أنه ما يطلقوا اللقاح بداية من بعد ما حصل يتعدد وفيات لنساء حوامل أنه يبدو بأماكن صاروا يعتبروا أنه اللقاح آمن لسيدات الحوامل ما بعرف قديش هيدا النظرية جديدة هلأ أو رح تطبق هيدا طلعت توصية طلعت توصية بأربعة يعني من يومان طلعت توصية بأربعة شكوات من الأمريكا اللقاح آمن وهي يعتبر مرجع مرجع بالإختصاص نظرنا هيدا التوصية بتقول أنه حق كل مرة حامل حق كل سيدة حامل لأنه تتلقى اللقاح مثلاً حيالله سيدة مش حامل وبينترك الخيار بينترك الخيار للطبيب اللي عم بعلجه اللي هو أكيد بيعرف بيعرف مدى خطورة وضع الصحة أو إذا هالحمل فيه معه أي أمراض تاني ممكن تشكل خطر أكبر عليها في حالة صابتة بفيروس كورونا وأكيد بيعرف هل هي من ضمن هالجروبات اللي معرضين أكثر من غيرهم لبلاد كورونا وساعتها ما في مانع من أنه تطلق اللقاح مثلاً مثلاً يسيلي بيقاني بعمره وبين حال والشي ذاته للناس اللي ساق مرد نعم دكتور ويليام قبل ما أرجع أفوت لمن بعد الولادة والولادة القيصرية وكل هيدا التفاصيل هل السيدات الحوامل خضعنا فعلاً لولادة مبكرة يعني فعلاً في دراسة بتقول أنه في حوالي 25% من السيدات الحوامل يلي أصيبوا بكورونا خضعوا لولادة مبكرة أو خلقوا الولاد بريماتوري وحضرتك يعني إذا فيك تعطينا هيك كونكرية أو حالة ملموسة صارت معك كيف عم بيتم التعامل عم بيتم التعامل مع كل حالة بحالتها يما عم يندرس على صعيد جماعة هذا الموضوع لكن في دراسات أكتر من الدراسات في معلومات يعني في استنتاجات بحالات معينة صارت بأنه فيروس بورونا وبصبت بصبتهم فيروس بورونا في كتير ناس في كتير نساء صار حصل معهم ولادة المبكرة عم نحكي بين الأشهر التي تفاوض بين السابس والسابع والثاني أكيد كان بمحلات قدروا قدروا عاشر بلاي بيس بمحلات لها من المعروف عادة أنه حيالله حيالله انتهاب بالجسم حيالله سيستامة إن كان كورونا ولا غيرها بتأدي ممكن تأدي لو إلادي ممكن هلا بحالات كورونا عم نلاحظ هالشي أكثر ما في دراسة بعد أننا عملت انت ما بتعرف الكورونا بعد أنه فيروس جديد بعدنا عم نتعلم لأني كل يوم ولا وضع كل جمعات جديدة وعم نتعلم من تجربتنا للأسف فبعد ما في دراسة عملت هالشيوش فيه استنتجات من حالات صارت وأكتر من هيك في استنتجات كمان في حالات كتير نساء حوامل اتعرض وللوفاة نحن بالأرض الواحدة وعشرين لما مرة حامل عند أسناء ولادتها أو حتى بأسناء حملها بتتعرض للوفاة هي والجنين يعني هذا حدث كبير فهالشي زي دقريبة من نسبة تسع مرات عما كان قبل كورونا دكتور وليم هل عمزي للأسف زي تقريبا تسع مرات من بعد دكتور وليم نسبة الولادات القيصرية أو السيزاريان هل كمان زادت أو هل بالضرورة أن كل أمرأة حامل وصيبت بكورونا أن تروح لعملية ولادة قيصرية لكن نحن بحالة نحن بحالة طوارئ كان نحن ولا العالم وهذا تكتيك عم يتبع بكتير من البلدان يلي هي بحالة طوارئ وفيها تفشي محل كبير لذي لذي ترو أنت بتعرفي أنه الروحة على المستشفى بحض زيت أو الدخول للمستشفى هي بنظر المريض وبنظر ما هو خطر معي ويكون عن تعرضي عن تعرضي هالمريض أو عائلته أو لخطر أنه يلقى كورونا كان على الطريق وليش وكل ما خففتنا من فترة الوقام وفترة التواجد بالمستشفى كل ما رح أكيد لا يجوز التعميم يعني لما عندك حتى النساء الموالده مرتين ثلاثة يعني هذه فترة في كمطب المستشفى للولادي رح تكون جدا نصير فما في لزوم أو ما في داعي أنه واحد غير غير بطريقة الولادي تأخذ فترة التواجد بمنطقة الخطر بس حتى بكل البلدان اللي سبقتنا نحن هلأ عمنا الحوم مثل برازيل مثل إيطاليا مثل هولندا استعملوا هذا التكتيك استعملوا هذا التكتيك بيخففوا من طبع المريضة بقلب غرفة الولادة اللي هوات بدوم لسبعة أو لثنين ساعة بعدما العملية الكيسرية هي ثلاثين دقيقة بمنطقة شبهة معزولة دقيقة في العمي هل هناك كمان أيضا من دراسات أو من تجارب أو من حالات قدامكم أنه الأم نقلت فيروس كورونا إلى الرضيع يعني دغر من بعض الولادة مباشرة أو خلال ما هي حامل هل ينقل المرض أو الفيروس من الأم إلى الجنين أو إلى الرضيع الحديث الولادة فور ولادته قدما ما في ما في ما في دراسات نعمل للأسف بعد ما في دراسات في حالات قليلة من الجنين أنه الولاد من بعد ولدته كان مصاب بكورونا بس ما في أي برحان أنه نصاب هو كان برحم برحم ولدته وفي كتير ناس في كتير نساء تما كورونا وولدوا منه نكتر عنا بالإبناء والولاد ما كانوا مصابين لحسن الحظ ما كانوا مصابين بكورونا أو ما كانوا حتى حاملين يوم دكتور ويليام ما كانوا حاملين الفيروس وما كانوا مصابين هل في حالات وصلت أن الجنين أو الرضيع من بعد ولادته لسه ما حاله يتوفى بسبب فيروس كورونا لاحظ هلأ الحالات يلي يلي كتب عنا كان في لبنان ولا براد لبنان لما الجنين وف كان بسبب وفاة ولدته هو بقل بالرحلة يعني ما ما مش دكومنت بعد لهلأ حالي أنه مفشي موضع ممكن مع كورونا ولد صحيح ولد الولد وتوفى بسبب كورونا مش موثق ولا حالة دكتور وليام هل الأم تستطيع أنه ترضع طفلة وراضعة مباشرة من بعد الولادة لو كانت مصابة بكورونا هل فيها تحمله هل لازم تحط الكمام هي وعم ترضعه شو التوصيات اللي هون عم تكون حد لأم وطبعا اتبعوها دايما شو التوصيات اللي عم تقولوها عم تقوموا فيها بهذا الإطار لحتى نظل محافظين على سلامة الأم وسلامة الطفل التوصيات التوصيات عم تكون عدم 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 الريطاء في حال كان كورونا عند الكم التوصيات عم تكون بعدم الريطاء أنا أخليس بأول فترة إذا في حال مرضى أول فترة مرح لن إلا إذا كان هال هال فيروس بأخر أيام من بعد يومان بساعة موضوع للبحث وهو موضوع كل حال بحال وأكيد وجوب استعمال الكمامة في حال المريضة فزقة وجوب استعمال الكمامة وكل سبل الطاية اللي عم نطلب من الناس نعم هلأ آخر سؤال وبعد بدأ أسأل سؤال عن الوكسا الأم عم بيصير عندهم هيدا الهاجس والخوف والرعب السيدات يلي ولدوا جديد من أنه ما تحمل طفلة ما تمسكوا أو عم بيصير فيه أزاب دي إرجع شوي للشق لبسيشيك عم يصير فيه حالة رفض أو خوف للولد الجديد يعني صارت معكم هيك حالة الام الام عم تخف تمسك ابنا الام عم تخف تهتم بابنا بسبب إصابة بالفيروس ابنة أو بنتها طبعا البابا يعني صارت صارت آآ هذي صارت هذي أكتر أكتر بتصير شوفناها لحظناها عند النساء يلي عم ب عم بولده أول يعني ما يكون عندهم أولاد من أبل ويش كتير معودي مع علاقة أصلا بكون في خوف معين وزيادة هلأ بسبب الهاجس طبع كورونا آآ عم بصير عم بصير في خوف زياد حالات معدودة عم نقدر نتعامل معها بطريقة المناسبة يعني تلتربية وحالات بيكفي حديث حديث مع شوي تفسير زياد وبيمشي الحال هلأ أكيد الطارفة أنت كل شيء بسي شيء كنتمال بفلف بين شخص والتاني بين تفكير والتاني علينا نتعامل مع الحالات بشكل منع منها بشكل بجول نعتبر كل المريضة هي بحد زيتها بحد زيتها شخص مختلف عن اللي صباح واللي حاجة منورها وبدأ نتعامل معهم لكن عم نعيش كلنا بدغط كبير وبيخوف يعني القطاع الطب والقطاع الصحي كله سوى يعني مش أكتر من خوف منهب منهب صارحاتي عشرات شهداء بين أطب وبين ممريضات وعم بيشتغل وكل يوم عنا ناس جديد عم بصاب وناس عم بفوت على العناية ورح نظل ومكملين بعملنا لأنه عادة واجبنا وهذه المعركة معركة لهكي أوقات عم نطلب زيادة من الأطباء وزيادة من الممرضات أنه يلعب دور المعالج النفس وعم بيقوم بهالأمر على أكمل الواجهة إن شاء الله نظل نقدر نكف بهالطريقة اللي عم نعملها لأنه إذا ما قمنا بهالعمل وهلأ خصوصا بغياب غياب تواجد الطب الكثير بسبب حالة الطواري وبعثين تكون حالة المرضى صدر نعم دكتور ويليام إذا في نصيحة بدك توجهها للسيدات عموما وللسيدات الحوامل اللي حضرتك بتتبعهم خصوصا قداش يكسروا حاجز الخوف اللي عندهم ما يضل في البانيك الموجودة لا يقدروا يتأقلموا مع الواقع اللي هنا فيه إن كانوا مصابات بكورونا أو مش مصابات يعني قداش مهم إنه يعرفوا هنه يكونوا محافظين على صحتهم ليحافظوا على صحة أولادهم وعائلتهم لكن أول شي رح فلش بطلب ونصيحة لنجم لنجم وصدنا فترة عم نرجع عم نشد العام جديد عم شبل الوقاية والإلتزان وشفتنا شو صار فينا بلبنان بسبب عدم إلتزاننا وتزكينا على الأوانين وتزكينا على المنطق للأسف شفتنا وين وصلنا هذا كله كان فينا كان فينا نبحشة لو تصرفنا بطريقة أكتر بقصوص النساء الحوامل نحن النساء الحوامل من الأول من الأول زيارة تشفيها على العياد أكيد ننصحها قبل من صحة تتخلى عن كل من تدخين لتشرب كحول لكل هالأسس يلي ممكن نكون لها تأثير على الجنين كيف إذا هلأ نحن بقلب بزمن كورونا وزمن صعيد فأكيد بدنا ننصح بدنا ننصح لهم يحافظوا على يعتمد أشياء الصحية يتجنبوا كل هالأصص يلي هي بحج زيت لا كورونا بأسناع الحمل وبرارة الحمل بس بأسناع الحمل أكيد عندها تأثير أكبر بطريق لأنه بكونوا عم بيصير فيه مثل ما حكينا الحمل بحج زيته هو إذا منزيد عليها شغل أثنان مثل الأوبازيتان مثل المصاحة المفرطة أو تدخيم يعني صارت حياة وحياة حواليها بخطر أكبر من العرض في سؤال إذا إمرأة حامل انصابت بكورونا صار ليومين عند عوارض حرارة ووجع جسم الأكسجان نسبته منيحة حسب ما عم بيقوله شو بتنصح تاخد دواء أو ما مننصح نحن بأخذ الإدوية إلا ما تستشير طبيبة سبعتين ما هدا كان بدي يكون الشغلة التانية اللي بدي أنصح فيها للأسف نحن بلدنين هنون مش مطبق كثير وكل شخص قادر يروح على صيدلية يشتري الدواء اللي بده يستعمل وللأسف كمان شفنا أنه حتى على جروبات واتساب أو على السوشيال ميديا العالم عم بيبعته الإستاذ قدرية لبعضه أنه أنا نصبت بكورونا أفضل تهوضي صحيات تفضلي قدرية للأسف للأسف هالشي لازم نحاربه ولازم نوقفه ما بننصر حدا ياخد دواء إلا ما يكون فيه طبيب ينتابعه بحال كان فيه بحال النساء الحوامل هالشي بدي يكون بالتنسيق مع الطبيب النسائي والطبيب اللي عم بتدعي كورونا وبحالتنا نحن كما شايف أنه كنا عنوش كورونا لأنه ما في غير حل يعني كنا صدنا صدنا منخرطين بالحرب كل شخص كان حامل ولا غير حامل هو اللي علاش طبعه مثل السؤال اللي أجيك عندي علاش طبعه هو كورونا ما عنده علاش كورونا علاجه هو عوارد يعني بحسب العوارد فيه ناس بيعتزوا ياختروا غيروا ما بيعتزوا ياختروا لهيك لقيا جوز التعنيم ولا بأي شكل هلأ دكتور عزاري ممكن عنده عنده خبرة أكتر على الموضوع بس وهو بيحكي فيها أكتر بس للأسف هيدا عم نشوفها كل يوم عم نشوفها بعياداتنا وعم نشوفها على الواتساب وعلى التلف نعم دكتور بيلم أذا بد هيك آخر سؤال أسألك طبعا هلأ الكل بحالة يعني عدم استقرار نفسي وجسدي ومن كل النواحي عم بيكون السيدات الحوامي الأكتر من غيرهم مثل ما قلت ما بيسوى ياخدوا حيالا نوع دواء من دون وصفة طبية فمنرجع منطلب تأكيد من حضرتك أنه عدم تناول الأدوية من دون وصفة طبية وعدم استشارة غير طبيبهم لحتى ما توصل السيدة هي وجنينة إلى مطارح ما يعود في أمل للعودة أو للشفاء تنرجع نقول عن الجديد واناكد عن الجديد كل شخص وخصوصا السيدات الحوامي المصابين بالكورونا نطلب منهم ما يتناولوا ولا دواء حتى الفيتامينات يلي بيعتبروها أنه فيتامينات هيدمشي فيتامينات إزاي تخيلنا ما يتناولوا ولا حب الدواء قبل ما يستشيروا طبيبهم أقل له من بعد الاتصال فيها على التلفزي تعرفين احنا بحالة التواري نعابة لأطبع مشكورة بمحل من المحلات سمحت المعينات على التلفزي أطل له من بعد استشاري الطبيب بلشوا ياخدوا الأدوية اللي وصف الطبيب مش اللي وصفتها الجارة ولا أخطون كبيرة ولا حدا منعرفه من الأصحاب على جروبات الواتسف ولا حب الدواء إلا بوصف الطبيب وتحت إشراف طب دي كالي دكتور وليام أنا بدأت شكرك كثير على هيدا المداخلة على أمل أنه يكون لنا استضافة بستوديو قريبا ونكون بإذن الله تخطينا هالمرحلة السعبية اللي عم نمرق فيها شكرا لك ونرجع منقول لكل السيدات الحوامل نتبهوا على حالكم وعلى جنينكم لأنه أنتو مسؤولين عن صحتين مشاهدينا قبل ما فوت على بريك صغير بدأ بس هيك مبارح سألنا سؤال عبر التويتر شو التجربة اللي تعلمتوها من فيروس كورونا 37% إجرى ضعف الإنسان 36% حكمة الخالق ربنا قديش عظيمة 23% حب الحياة والتعلق فيها طبعا الناس تعلموا هيك و4% بس أنه الوحدة أجمل وإجانا كتير أجوي بأنه تعلمنا أنه كان كل شي نعيشه هو قيمة مضافة لحياتنا نحن ما كنا مقدرين إن كان أنه نظهر إن كان أنه نسهر إن كان أنه نشوف أهلنا لأنه هلأ نحن بمحلات محرومين من أنه نشوف أهلنا فخليها تكون هيدا المناسبة مرحلة نتعلم منا قديش نتخطى خوفنا ووجعنا والصعوبات اللي عم نمرق فيها بريك صغير ومنرجع من بعده لدكتور عيد عزار لنحكي عن الإقفال والفتح التدريجي لنحكي عن الفاكسان لنحكي عن ازدياد الوفيات المبارح لمسي تنمية بكورونا وإذن بريك صغير ومن بعده تابعونا اشتركوا في القناة